اشتركوا في القناة من اللاعبين الشباب المصعدين الى تدريبات الفريق الاول كانوا موجودين النهاردة مع تدريبات الفريق وده حاجة محترمة جدا من كارترون هو يبتدي يهتم بهذا القطاع يوفر ملايين على النادي الاهلي لو ادري على النادي الزمالك لو ادري يقدم وجوه جيدة زي احمد عيد لما ياخد فرص ان شاء الله باذن الله ويثبت اقدامه مكسب كبير مفيش كلام على جانب اخر طبعا باترس كارترون خلى عمر عبد السلام مدرب حراس المرمى يعمل بعض الفقرات الترفيهية لرباع حراس المرمى جن شعواد وابو جبل ومحمد صبحي ولعبهم حاجة كده نسميها في كورة تنس ارضي وعمل بعض الجمل التكتيكية الخاصة طبعا بالفريق طبعا كلنا عارفين نادي الزمالك عندهم مشير رحمان يوم الاربع بعد بكرة عندهم مباراة مهمة جدا جدا مع نادي الجونة وبالمناسبة نادي الجونة اصيب النهاردة احمد حمدي ربما لا يلحق بالمباراة وفق الكلام اللي جاي وربما يلحق يعني لكن هتبقى مباراة قوية نادي الجونة كمان هي عنده فرقة محترمة جدا 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 دي كانت تدريبات نادي الزمالك اللي قدام حضراتكم ويعني مدال كارتيرون يحث اللاعبين على الكفاح في الدوري المصري وفي دوري الأبطال ما فيه شك زي ما دايما الكبات الكبار اللي بيبقوا معانا هنا بيؤكدوا ان الصراع في النهاية سنحصل بين الاهل والزمالك وانا موافق جدا وانا مع كل الاحترام لكل الاندية السنفات كان بيرامدز عنيد محليا السنة دي بعد عن هذا العند ومن ثم المقاولين طبعا موجود في الصورة كويس قوي التحات سكندري موجود كويس قوي لكن اكشلي هيبقى القصة اهل والزمالك مؤكد مؤكد يعني طيب